دكتور محمود على الجميل. حقيقة انا هتكلم بعد دكتور ماتحة حقيقة قلت كل حاجة. بس يعني انا بتمنى حقيقة انتظر عشان انا بقى اعمل بسكشن مع حضرتك في البرزنتيشن. ناشي هنتظر حقيقة. دلوقتي مع استاذنا الفاضل البروف بقى بتاع النيتريشن. يا فندي مبينة خليك خليك. استاذنا دكتور ماتحة ومنظم المؤتمر. هيكلمنا عن البوست برياتريك ريباوند ميديكيشن. دكتور ماتحة تفضل. اسلام يا دكتور اسهي ربنا بارك في ساعتك. دكتور اشرف بيه دكتور خالد منصة الكريمة. اخوالي عزيز بكتور سعدي بيه. بحضوري الكرام تاني مرة. نتكلم بقى الديبيت اللي هو معمول بقى بعد ما قاله الدكتور محمود وفرش الفرشة الجميلة بتاعت البرياتريك. يعني هو راجل اتكلم على كم ده كده من الادوية. احنا بنستعملها كتير. يعني الوزنبك ويه المنجار والتريزبيتايد. ساكسيندا وغيره. ولكن الرؤول بتاع الفرماكو سيربي في المانيج منت بتاعت الويت. موضوع طبعا مسهل انه يتهند الفروبة ساعة. نتكلم عليه يمكن خمسين ساعة. انا اقول بس هنتز خفيفة. وبرضه من كلام الدكتورة هيام قصة ان الدراج انت بتقول عليه حلو وبعد شوية تقول عليه وحش او مش وحش. الفكتب بتاعه بيقيل ما ده الطبيعي في كل الامراض في كل الديزيزيزي. دبيتي صغير دبيتي. الجايدلاينز بتتقلب كل سنتين في السيستماتيك ريفيو الكوكرين. يعني انت ماشي بجايدلاينز معينة بعد ثلاثة اربع خمس سنين اتقلبت. والدواء اللي كان تحته طلع فوقه اللي فوق نزل تحت. ده طبيعي. والادوية الجديدة بتخش وتطلع. ده نورمال. يعني لازم ان حضرتك تشوفي. واي دوا يجيب. ما لازم ان احنا نحطه. واي دوا يكون الافكت بتاعه بيقل. واي دوا بيطلع له صايد افكت جديد بيطلع. والادوية بتاعت الوبيزيتي يعني ما جايب لحضرتك دواية السلايد بريزنتيشن. اذا كان في مثلا سبعتاشر دوا ابروفد منهم سبع وصدرول. اتشايلوا بس نتيجة ليه لبعض الكمبليكيشن اللي بتبان بعد فترة. احنا ديما ما نبدأ وده الاساس في المانجمين بتاع كل الدزيز بما فيهم الابيزيتي. نحتاج الغدث من أصدقائي وهذا ومهم جداً. التعجيل الإخوامي للعائد المتجولي. سأختر أيضاً؟ وتالتهم المتجولة والمتجولة. يعني ما؟ أكتور محمود تتحدث عن البلاش مو جارو، تتحدث عن الضرز بطايد، هذا اسمه. هذا يسرخ. يوارد أن أنك سببات القرآة والمتجولة والمتجولة. إذن أنك لا يحتاج، سنأخذ حقاً، سنأخذ الإخوامي. سببات القرآة والإعتاد الأرض. فهي يجب أن تبحث لشيء ثاني يكون معاقل لك فهذا هو التأخذ الذي يتأخذ وليس لذلك لا يجب أن يكون إفدنس بيز يكون مدينة الناس وإنديفيدو كل واحد يأخذه وكل واحد يأخذ عملية للسيوتا الدكتور محمود يقول لك لا سليف بيباص لا أعرف مين بيباص بالقرد للقاعدة الدواء يجب أن تكتبوا على هذا المحلات موجودة يجب أن تكتبوا على الإعجاب وهذه السهلة لأنها تختلف من أنا للدكتور أشربيني والدكتور خالد لأي حد حسب البركتس والباشنة تفاديو والإكسبيكتش طبعا أنا أعطي الفرماكو سرع بلايه في الأوبزي سأعطيها في ثلاث حالات إنما لهم شراب عين لما سأعطي أنتو بيزيتي ميديكيشن بلاس بلاس نون أنتو بيزيتي ميديكيشن تولز يعني سأعطيها مع لايف ستايل دائت الفيزيكال أكتيفي هذا واحد الاثنين سأستخدم two FDA أبروفت وعلى فكرة ليس كثير أن الـ FDA ستجدهم دلوية سبعة تمانية منهم ثلاثة بس في مصر والباقيين مش موجودين يعني إحنا اللي بنلعب به في السوق المصري ثلاث أدوية بس دولة FDA أبروفت الباقي هل هناك مشكلة في البرسكريبشن؟ نعم هذا فيهم صيبة في البرسكريبشن يعني أولاً في الدياغنوز 40% من المئة في المئة دائت الفيزيكال والـ 60% الثانيين عايشين كده زائد جمال يعني وزني زائد ولكن منهم بقى لرسيف إفيدنس بيز أنتوبيزيتي تريتمنت 20% من الـ 40 اللي بياخد إفكتف دراك كم في المئة 1.3 والباقي بياخد هذا يا حاجة الشوكل المبوح الذي يأتي على هذا المئة وليس أعرف الجرين وليس أعرف الهبل ورجل الأسد وإذن الفار واخد التركيب هذا ما لا يوجد هذا ما هذا ليس أدوية فالباقي الذي يأخذ إفكتف 1.3 ترى المصيب إذن أن يوجد إنه مصيب يعني 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 هي عادية هذه مصيب بالدفينيشن بتاع كل شيء وليس عادي هذا مصيب يعني فاكرين البرنامج الجميل الذي كان يأتي أكثر واحد خاص لا أعرف 70-80 كيلو ورجع منهم 30 بعد 3-4 سنين الرباوند الذي يقول عليه الدكتور محمود وليقوا في الدراسة واحد من 6 ولكن هذا المنتين الويت 10% فول 1 عام لو بصيت على الجميل الذي هناك انظر الرباوند بعد ما نزل هناك دنيا فول هل هذا قراره هو لا هل عب فيه لا فيه حاجة بتحصل فيه فيسيولوجيا بيتغير عشان كده البركات بتوارد وبزيتي قال تيبا وبزيتي هي كرونيك بروغريسي ريلابسي حط تحت كل كلمة 70 خط كرونيك يعني أنا هاخد عليك فوريفر بروغريسي ولو تعالك ممكن ترجعت تين اللي بيرجعك هو ده حلو أول سلايدين أنا أقول لك أوبيزيتي بروتيكتس أوبيزيتي يعني أنا مش دخلت فيك والله يمن أطلع خسيت لما أنت تخس أنا أعمل لك تشينج في الفيسيولوجيا في جسمك ما سيحدث بعد ما خسيت أن الجوة يزيد وهرمونات الشبع كلها تقل للبطال وي والأميلين التغيير يعمل لك تغيير لأن تخس من الأول التي تزيد تغيير تغيير الوصول تقل فالديفيسيط الذي تأخذه لو سعراتك الحرارية قبل أن تخس أن تذهب على ألفين أن تذهب على ألف وربعمائة إذا لم تذهب على ألفين يوجد 600 سعر قل فهيتخنك لو أنت لم تذهب تظهر على هذا يؤدي الهنجر يزيد والكالوريك تزيد ماذا يا عم هذا الذي سأتحدث عنه في المحاضرة الثالثة وهي الهيدونيك أو الريوارد ساعتك تأكل أحيانا ليس لكي تجعان تأكل لكي تكافئ نفسك أنا قاعد ودكتور ساعد جاب لفرييرو روشيد الآن سأفعل ماذا سأخذ العلبة كلها حتى لو هكذا قبل فأنا سأأكل فور سأخبر لي سأخبر فذلك الذي سيحصل في السيولوجي يفعل كيف مالا الدابت في رسبونس بوروتيكت أجين ستيل ويتلوس أم منتين أهاي بادوي ففيسيولوجي بيحصل ما تجيش للعيان اللي تاخن نتيجة للبرياتريك تقوله أنت ممكن فيه جزء لفريق لكن فور البيش وانت طول عمرك عايش عارفين لا بتشد الحبل عايش في الويت لوس والويت جين والويت جين والويت جين أنا جايبك النحية الثانية الميتابوليزم بقال للك الميتابوليزم الهنجر هرمون والستطاية هرمون أنا بغيرهم فده بيشد وده يشد وانت عيني غالبين ما بل اثنين فعشان كده القعت في الويت تريد 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 أرلي أرلي و تريد لونج تايم يعني لما تجد هذا سأخذه المدة كما دكتور أنا لو أتكلم على كرونيك ديزيز الإجابة إيه فور 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 لكن هل داب أبليك أبو لا أنا بدي ووقف ورجع سمعت أن هناك حون التثبيت مين يديها فلان ما حون التثبيت لا يوجد تثبيت تصديق مع بعض التثبيت ويدي لكي تستطيع تعمل ما نحن تتكلم على الرؤول ما يفعل رباون بعد البرياتريك أو غير البرياتريك تتكلم بطور محمود أن يخصص العيام بعد عملية التكميمة والتحويل هل تقوم في لا وليس يحصل أن الجيل الذي يكون فاندل الجيل الذي يكون حقنة الساكسيندا والفكتوزا يحصل ماذا ترى هذا البحث الجميل قال أن الجيل يزيد عشر مرات بعد السليف والرؤ نوع محمود يعمل العملية بعد العملية وطلعت 50 حقنة الساكسيندا لكن المدة كيف هل هذه الدوز بتقعد فترة لا سنة سنتين وتلاقي الجيل الذي يبدأ ينزل نزل الجيل الذي يبدأ يزد وزنك الزائد دافيسيولي ليس عيد الدكتور لأن القصة التي يأتي وقد قمتها عند فلان وقال ذلك أسباب الجيل هرمونا للسيرج الجيل المتابوليك المتابوليك يمكن يكون في سيرج المتابوليك والمتابوليك لأن مشكلة كبيرة جدا بوص المتابوليك والسيط وكيف يمشي والقصة التي لا يمشي في السيط لا الاثنين يتمشي في السيط في السيط تبص على الكالسيوم وفيتامين وكل الليلة تشوفها ازاي يعني تمشي والمتابوليك والفيزيك الانكتب ده الديسبيوزيس اللي بيحصل أو الإيوبيوزيس اللي ممكن يتحسن بعد العملية بفور وافتر سيرج قط مايكروبيوتا ودورول تاني لموضوع ولو عاوز تحسن ويت ريجين وتعرف قط توقف الوزن انه يزيد شوف المايكروبيوتا أخبار هاي ولو فيديسبيوزيس حسن حسن بإيه بريبيوتك بروبيوتك والدنيا الحلوة أو يقدر يحافظ على الإيوبيوزيس فالوزن بتاعه اللي هو كان واقف يرجع وده تكنيك نحن نستعمله ولكن هذا أيضا كذلك كذلك انت واحد جاي وزن واقف لا أنا ممكن أحسن لك الإيوبيوزيس عندك فتبدأ تخص تاني الوزن بتاعك ده بص فوق من 1933 وفيه أدوية بتبقى موجود بس بص تحت فيه سبعة وصدرول سبعة ترايل واسحب مش عارف ايه وكلام من دين ولكن دول الأبروف دهم دول الأبروف د التمانية دول الأورلستاد ده حبيبنا لألف 1999 اشتغل عالن ستاين اللابيز ويعمل المشكلة الكبيرة أو ولكن لو أحد يأكل فات وكلام مين ده للأورلستاد وقل للصيد فكت عشان مجيش أقول لك أنا بطلع بترول أنا سمعتها من بعض بترول ليه طيب بترول ليكيج رهيب لدرجة أنه ممكن يوصل لو أحد بيأخد فات ميل انكونتنس انكونتنس وليكيج وممكن تبقى مصيبة كبيرة جدا إذا انتكمبالزنت اخذ بالك الأدوية السؤال أيضا حضرتك يا دكتور هل يعمل سنترل ولا يوجد شيء يعمل سنترل على الجماعة والبرس تمول الأكشن الأساسي أسبرين الأكشن الأساسي سنترل فكل الأدوية حتى اللايراجلوتايد الذي نستعمله ستجد الأكشن سنترل ليس موضوع جاستريك أمبتي نالتروكسون سنتكلم عليه سيمبوزيام كامل بعد شوية هذا من الأدوية القوية جدا جدا ميكانيزم تاني بشغل تاني تكلم عن الدوبامين وعلى الريوارد وعلى الاموشن اللي أنا قلت عليه الدكتور سعد أجيب للشوكولاتيين إن شاء الله بس أخلص المؤتمر بس أعزين قلبة كبيرة فالاموشن اللي كارثة كارثة وكورس في المالج السيتميلانوطايد هذا دواء حاليا في المونوجينيك أوبيزيتي اللي يلاقيه في الأطفال يجيلك عيل تلات سنين ستة عشرين كيلو هذا إن شاء الله واخد بالك كل الهرمونة نورمال سيرورد كورتزول هتقولي نعمله كيريوطايد نورمال نورمال كل الحاجات نورمال إيه هذا دفكت في الليبتين يعني علاجه إيه السيتميلانوطايد هذا الدواء اللي أبروفد عشرين عشرين ومالوش حل الطفل الطفل ده مش هتقعد تقوله دايت دايت مين يعني في ثلاث سنين يعني هيا كليين فده الأدواء اللي أبروفد وهي السيمة بلوتايد بس بتدوس بتاعت اللي 2.4 عشر مش الأوزيمبيك الأوزيمبيك لا أبروفد لفورويت رضاقش هي أنت دياباتيك والربيلس زيزان anti-diabetic دراج اللي أبروفد حاجة اسمها وجوفي مش موجودة هنا موجودة بره بتركيز 2.4 أعلى بكثير من دي الحاجات اللونجو الشورت تير لدوية بتاعت الريباوند أنا يعني هامش بسرعة ولكن نجي اللي بي من الحاجات الجميلة قوي وبنستعمله في type 2 diabetes and obesity بص كده تلاقي فوق type 2 diabetes تحت obesity واللائراجلو طايد وغير ومنهم إنه بي أبروفد في الاتشيلدرن فوق 12 سنة قدي لائراجلو طايد تلاتة ميلي من 12 سنة دي very safe وده FDA أبروفد من الاتشيل التي لم يكن موجودة زمان C مجلوطايد 2 و4 وطبعا هذا الساكسين بتركيز 3 ميلي جرام حلوة هذه حلوة لا لا اللغة العربية جميلة عند الراجل والست المشكلة الراجل أخره بلندح فمش مشكلة سمين لوحيم شوحان الست أنا مش عارف آخر حاجة سمين ردراضة خلجة عراك ركا نص المصريين عراك ركا ونص الرجال بلندح فمش مثل الفل ولغة عربية سليمة يعني نوع الطايبز بتاعة الجيل ماشي خلينا نقفل على كده بس يا المحاضرة طبعا فيها كلام كتير وفيها debate كتير وفيها practice كتير الأدوية التي نستعملها في الويت رجيل شور جي البي نارتروكسون برو بروبيون أو الإيفا نوتريم الموجودة عندنا دلوقتي أدوية التي تعمل عن ميتابوليزم إلا لو كان فيه مشكلة يعني فيها هايبوسيريدزم تدي مفيش أوعة تدي أوعة تدي سيرويد وكلام من حسن المايكروبيوتا شوف الكونيستيبيشن من ضمن الحاجات المهمة قوي وده ترزي بطايد بالرزل تبتاحها ماذا أحلى ممتازة في فكة الويتلوس جدعان وفعلا الميا وهذا أحلى ممتازة ليس كل المشروبات الغدائية وشكرا جزيلا لكم